نجم الأهل بقى حمد فتح اللي انتقل إلى الوكرة القطري يمكن فيه ترحيب شديد من جانب النادي القطري به والشيخ خليفة من حسن الثاني رئيس نادي الوكرة أعلن ترحيبه واستعداده بمواجهة الأهل وديا وطلب أنه يلعب مباراة وديا مع الآلي وقال في تصحات صحفية في المؤتمر الصحفي اللي عقد ترحيبا بحمد فتح وانتقاله قال إن احنا نتمنى إنه يتم الانتفاق على تنظيم مباراتين ودياتهم بين الوكرة والأهل زهابا وإيابا في الدوحة والقاهرة وقال إن احنا بنرحب بدعوة الكابتن محمود الخطيب وقال إنه شرف كبير لنادي الوكرة اللعب وديا مع نادي القرن في أفريقيا وقال كمان إن الجمهور المصري له طبع خاص جدا وإحنا بننتظر من الجالية المصرية والجماهير الأهلوية في الدوحة دعم فريق الوكرة في الدور القطري وأجه شكره لإدارة النادي القالي والكابتن محمود الخطيب على إتمام صفقة حمد فتح وقال إن عقد حمد فتح انتقال نهائي لمدة أربع سنوات وإنه بينتظر من اللعب الكثير والله يعني الانطباع الجيد الذي يحظى به الكابتن حمد فتحي من الناحية الفنية والأخلاقية يعني كلعيب نرجو أنه تبقى ضغطة إيجابية وانطلاقة إيجابية في مسيرته هو لعيب عنده شخصية لعيب عنده مقاومات تسمح له بالتطور وشرف للكرة المصرية طبعا ونادي الأهلي وكل من ساهم فيه تنشيئة هذا اللاعب أنه يبقى عندك لعيب مش عارف ممكن يخرج من قطر على فن يعني شكرا